بشماندس أنا عايزك تكلمني شوية عن محور المحمودية أنت كنت أيضا مشارك في هذا المحور وأنا شفت السعادة على وجهك الحياة وإحنا نقفيد مع السيد اللي هو أحمد العزازي في هذا الوقت لأنه هذا المشروع كان أمل أبناء إسكندرية لفترة طويلة مضبوط أنا بس عايز أخذ حاجة من أستاذ سعيد جمال قالها هو قال التعاون بين الشركات فعلا إحنا الشركات كلها كانت متعاونة مع بعض بطريقة محترمة جدا وما كناش كلنا شركة واحدة ويمكن اللي زرع التعاون ده اللي هو أحمد أي شركة كان بنقصها حاجة يعني أنا كنت بدي تعليمات أي حدي محتاجة من غير ما ترجعوا لي ونفس الكلام أستاذ سعيد ونفس الكلام مهانس عسام الغربلي ونفس الكلام الشركات المشاركة في المشروع وكان بساعدنا كده الضباط المشرفين يا أستاذ مصطفى الضباط اللي أشرفت على المشروع ده شباب نشوف تمام شباب ناس تعب التعب وبذلوا مجود وكانوا بيعودوا بالشهرين وثلاثة مرواحوش والميزة فيهم اللي كانوا أي عقبات كانت بتتزلل في ساعتها يعني يمكن الميزة اللي كان اللي هو أحمد بيديها لنا أي مشكلة 24 ساعة تلفونه مفتوح ويحلها لحضرتك في ساعات وأيام مهما كانت حجم المشكلة ده اللي بيدي الشركات الباور وبيخليك إنك تشتغل ويخلي عندك يعني إيه عزيمة وأرادة أنك عايز تخلص المشروع أنت والناس فالنقطة دي كانت مهمة جداً تعاون الشركات دي الحاجة التانية اللي أستأذنك أعلق عليها لا الرئيس حنين حنين علينا والله يعني هو آبي يعني مش عايزك تكسب بس مش عايزك تكسب كتير عايزك تكسب لأنه هو بيديك شغل كتير يعني قبل كده قبل في العادة السابق إحنا كنا بناخد مشروعة واحد أو اثنين وبنكسب فيه كتير نسبة المكسب كانت عالية طب النهاردة أنا باخد عندي مثلاً 15 مشروع بس المكسب قليل بس لما تيجي تقارن أقولك لا أنا أختار المكسب قليل وحجم المشروع الكتير ها دي فلسفة سادة الرئيس في الموضوع وهو متابع جيد متابع جيد ما شاء الله يعني أنا بشوفه وإحنا بموجودين اتحدث عن المشروع كأنه قاعد ليل النهار بيتابعه فاندن بيتابع معنا ويتابع مع القيادات بصفة يومية وبيتدخل لحل المشكلة يعني شخصياً تقاعدك لما تبع انت شغال في مشروع سادة الرئيس بيتدخل بنفسه ومتابع مشاكلك وبيحلها لك يعني المشكلة تتحل في ست شهور بتتحل في يومين تلقات يعني موضوع المحاكر ده مثلاً المحاكر دي ترخيصة بيقع ست شهور متابع شهور الرئيس كان بيتدخل شخصياً مع اللي وأحمد وكانه بتتحل في أيام يعني ما انت حاضلك معك قيادات وقفة في ظهرك وبتحللك أي مشكلة خلاص انت مستني إيه مستني إيه صحيح محور المحمودية طبعاً ده كان ما كانش صحة اسكندرية ان هي تبقى موجودة فيها شارع واحد نحن اسكندرية كان فيها شارع كورنيش صحيح وكانت بالفعل دخلت على أزمة مرورية رهيبة اتقفلة وكناش قادرين نعيش وجات للقيادات فكرة محور المحمودية ده وكان برضو مشروع صعب جداً جداً لأن هي كان عبارة عن ترعى بيترامى فيها نفايات ويترامى فيها يعني مش عايز أقول كان فيها ايه يعني اشتغلنا فيها برضو وخلصت في زمن قياسي وكانت الشريان التاني لإسكندرية إسكندرية تنفست بمحور المحمودية وكان مشروع عظيم جداً يعني كان فيه تحديات برضو يعني بس بس المشروع ده ريح إسكندرية خالص ويمكن حضارك حضارة الافتتاح وشفت العظم اللي موجودة عليه وشفت المناطق التنموية السسمرية اللي اتعاملت كان حاجة جميلة يعني طيب النهاردة العالم بيمر بأزمة أزمة عادية أزمة اقتصادية صعبة ومع ذلك وطبعاً انعكست على مصر خصوصاً الحرب الاوكرانية الروسية والتداعيات بتاعتها انعكست على مصر ومع ذلك مصر مستمرة في المشروعات القومية كبيرة ماذا يعني ذلك؟ ما هو ده بقى هيدي مصر هيدي مصر وهيدي قيادة مصر أول ما حصلت الأزمة دي أول ما حصلت أزمة كورونا كلنا توقعنا للمشاريع حتتوقف مفيش مشروع توقف بل كنا في عز أزمة كورونا بالعكس ده احنا أخذنا مشاريع جديدة واشتغلنا قل له حضرك المشاريع القومية قطة إنقاذ لمصر مستحيل انها توقف وربنا يعيني الرئيس لو يقدر مكمل تمويل المشاريع دي احنا اتكلمنا وانا قلت يمكن حضرك في المداخلة اللي فاتت احنا مصطلح المشاريع القومية ده ما عرفناهش لفعاد الرئيس قبل كده ما كانش في حاجة يصنع مشاريع القومية وقلنا كان فيه مشروع واحد بالكتير فلا طبعا يعني النهارده لو مشاريع القومية اتأثرت قطاع قبير من الدولة حيتوقف قطاع اللي كده مباشر ده حضرتك إنه هذا أي مشروع بيشتغل فيه حتى تد إيه إيش بس كده طب بيخدم على تد إيه كم مصنع بيخدم عليه كم ورشة كم فئة بتشتغل فيه كل الناس بتخدم عن مشاريع القومية حاجة عاملة رواج للبلد طريق السحر الشمالي خدنا فترة شائعات كثيرة جدا وكلام كثير والحديث عن اللخبطة وسبب في حوادث كثيرة جدا أنت كيف رأيت ذلك؟ أنا عايز أقول حاجة في الطريق ده إحنا بس ما بنصبرش أي حاجة جديدة بتتعامل في مصر ما عندنا الثقافة اللي إحنا نصبر ونقيمها صح كله النهاردة بيتكلم قبل ما يجربه في البداية ناس اتكلمت على الطريق وهجمته وحوادث وكباري بس والله لما الناس ماشت على الطريق الحوادث كانت تحصل من إيه؟ هو أعطيك سرعة على الكباري مثلا سرعة 40 تطلع على الكباري بتطلع سرعة 190 ما طبيعا لازم يحصل حوادث لازم يحصل حوادث إنما لما الناس ماشت على الطريق وحصل فيه الافتاح التجريبي ما كانتش فاهمه مش فلا خالص والناس فعلا اللي كانت معارضة للطريق طلعت اتكلمت على الطريق وعلى مميزاته وعلى إنجازه فالنهارده الطريق خلاص حضرك ما فيوش أي مشكلة واكتشفنا اللي معمول كان صح وقساد الرئيس قال كده قال نصبر إحنا ده فتاح تجريبي إحنا النهارده كمان بدأنا في الدولة الساحلي بدأنا في المرحلة الأخيرة من العلمين لحد ما تروح بدأنا فيه بالفعل يعني إن شاء الله وظن بعد ما تروح فيه كمان طريق لغاية سيوى فيه طريق من الضبعة لحد سيوى ويعدي ويمر ينزل على السلوم مش رح كتير أستاذ مصطفى مصر فيها شغل في كل أنحاء الجمهورية صحيح البلد كلها مفتوح كلها ويمكن الفتاح اللي فات سيادة الرئيس قال جملة قال ليه الناس بتختزل المشاريع القومية في الطرق الكباري هو عشان ما بيشوفش غيرهم هو عشان ما بيشوفش إنما البلد شغلة في كل المجالات أنا عددت لحضرتك كل حاجة يعني أنا قلت لحضرتك المشاريع القومية بطريقة في كل حاجة ما فيش مجال الدولة مش شغلة فيه نقل ومصالات طاقة زراعة بدأ صناعة كل حاجة شغلة بس إحنا أستاذ مصطفى لازم يحن دينا صبر شوية أنت النهاردة حدك لو نادر أو أي حد ماسك شركة موقفها ساي عشان يعدلها ولا عشان يحطها على طريق عايز كم شركة أنت عادتك ماسك دولة بقالها النهاردة كم سنة ودولة عانت كثير 30 سنة مشاكل و40 سنة مشاكل عايز النهاردة بسنتين 3 تقبال واللي اتعامل في خلال السبع سنة اللي فاته حصل شوالا يحصل في تاريخ مصر صحيح أنا رحت مع سيت الرأي